السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين أربعة تسعة أيلول سبتمبر طبعا القمر استقر في برج الثور واليوم عنا انتهاء تراجع الزهرة في برج الأسد الليلو أربعين يوم بيتراجع اليوم رح ينهي عملية التراجع ولكن في معلومة مهمة جدا القمر في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لا غاية الساعة ثمانية وست دقائق مساء من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء طبعا القمر موجود اليوم في زي ما حكينا في برج الثور هو الآن موجود في منزلة الثورية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة خمسة وست واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بما أن القمر ما زال موجود في برج الثور اليوم كمان معناته اليوم نشعر بالحذر أكثر من ملة المحافظة على ممتلكاتنا وقلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات وقضى وقت ممتع بالبيت وأيضا المناسبات العائلية أو مشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا والأحداث اللي اليوم رح تكون أول حدث رح نتكلم عنه واللي هو انتهاء تراجع كوكب الزهرة رح ينتهي التراجع اللي له أربعين يوم بيتراجع في برج الأسد رح ينتهي الساعة وحدة وعشرين دقيقة فجرا ولكن التأثيرات السلبية لهذا التراجع رح تستمر كمان خمس أيام زيادة يعني كمان خمس أيام لأنه الآن هو بيثبت بحركة الوقوف وبعدين بده يرجع يمشي للحركة الأمامية فهي الفترة ما زالت بتحمل بعض الشحنات السلبية طبعا رح يستمر تقدم الزهرة في برج الأسد حتى الساعة وحدة وعشر دقائق من فجر يوم يعني منقول هيك أول شهر عشرة عشان هيك بدكوا تنتبهوا في هاي الفترة بشكل جيد لأنه في بعض المزايا المهم أنه الحلقة كاملة عن هذا الانتقال صارت موجودة في حلقة منفصلة فيها كبير من التفاصيل وتاثيراته على جميع الأبراج والزوايا اللي رح تتشكل بنصح الجميع أنه يتابع هاي الحلقة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري هاي رح تكون طبعا ذكرناها احنا يوم ثلاثين ثمانية ولكن ولنا أنه هاي مستمرة من ثلاثين ثمانية إلى يوم 11 تسعة ذروتها يوم أربعة تسعة في تمام الساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبما أنها زاوية إيجابية ومع عطارد وعطارد فيتراجع وهنا بدنا نحذر بس أنه يتغرر فينا طبعا بالنسبة لهاي زاوية نتشجع لممارسة مشاطب يتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى البعض بيزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذة والدينية وبيدفعنا لدراسة أو لممارسة وظيفة حرة وهذا التحول هو يعني بدل على أنها فترة مناسبة لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي ولكن بدها تركيز لأنه عطارد بيتراجع فما بدنا نخذ بتجربة يعني تكون بتغرر فينا أو القيام بخطوة اللي ممكن هاي الخطوة تمنحنا ترقي في وظيفة أو حل خلافات أو دعاوى قضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تشكل ذروتها ساعة 11 و 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 12 و 8 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيج أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب يعني وممكن هيك يعني تخلي في عنا نوع من أنواع الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية أراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذو فيها أي شخص دون أن تشعرون أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطار هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 5 و 34 دقيقة بعد العصر نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير في عنا فقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 6 و 5 دقائق مساء بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحما ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا برضو بتمنحنا نوع من أنواع العطق والمودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص دوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم أن العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم هذه الأكثر حساسية فما بنصح إجراء العمليات الجراحية لهذه الأعضاء تحديدا أما باقي عضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية ما زالت هذه الفترة لا تصلح لعمليات التجميل لا الحق ولا الجراحة يعني أصفروا لكو كمان خمس أيام بيكون أفضل ولكنه يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 19 يوم في تمام الساعة 56 دقيقة مساء بصير 20 يوم نسبة الإضاءة بتصير 70% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وبطلعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا وحاول انك ما تضيع الفرصة وضف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بهضوح تام طبعا الأجواء ممتازة ولكن المغامرات المالية لا ينصح بها بهاي الفترة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم تكون بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم انكم تبادروا بخطوة جديدة وهي الخطوة بتدعم من مركزكم الاجتماعي اذا تحركتو الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع اي شخص منافستكم حاول انك تطوي صفحة الماضي بترتفع المعنويات مجددا وبتصير هاي الفترة فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية وتعتبر يعني طاقتها مميزة جدا فعشان هيك لازم تستغلها بشكل جيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن ولغاية مساء يوم الغد او مغرب يوم الغد بتظل هاي الفترة ضاغطة لانه القمر استقر في بيت المتاعب فعشان هيك هاي الفترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني انجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح اعمالكم مكانها وبتخيب اعمالكم لسبب او لاخر حاولوا انكم ما توقعوا على عقد ما تحسموا امر فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهنوا عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم ولكن بدك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد من لقاء الاصدقاء وممكن بعض موليد برج السرطان يحصدوا على تأييد لا بأس فيه عامش انك تكثف ارتباطاتك الاجتماعي بشكل قوي جدا استطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبتفرحوا بانتصار مهني او اجتماعي برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا فيه ادخال تعديل على طبيعة عملهم وبتحمل هاي الفترة يعني اشياء ايجابية اذا استغلتها وركزت فيها بشكل جيد بدون مدهوم باي تهورات ممكن انها تشوه سمعتك صحيح انه هاي الفترة تحمل بعض الضغوط على عدة اصعدة وفترة متوترة وممكن تظهر مواجهة او ارتباط مهم وهذا الشيء بسبب لك نوع من انواع التوتر حاذر من العناد والمشاعر السلبية حاول تستغل هذا اليوم لانجاز الاعمال وتوطيل العلاقات الاجتماعية واي شيء ممكن يرقيك او يرفع من مستوات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في السفر او الاتصالات او العلاقات مع الجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم تطمئن خواطرك في هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافي جديدة او مجال ما يعني فترة ممتازة جدا لازم تتحرك فيها حتى على المستوى العاطفي الاجواء جيدة جدا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم بيفتح برصة لمكسب مالي الوصلها بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب لالكم بتكون بحاجة للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر الساد فلا تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وحاول انك تكون بواجباتك كما يجب في اليوم ممكن تهتم بموضوع العلاقة ببنك او ضريبة او تامين او مستحقات مالية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم شركاء المال او العاطفة او ما بين الازواج ولكن بتكونوا تحافظوا على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم بتكونوا ضغوط كثيرة فابدك تحذروا من تأزيم اي خلاف او تكبير المواضيع فحاول انه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل الا انه عندكم قدرة على انجاز الكثير من اعمالكم اليوم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر بتلاحق كل اتصالات وبتكثر المسئوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية او تساؤلات حول قدراتك على التحمل لا تشك بنفسك اي الفترة انت بحاجة لا طاقة لا مراقبة صحتك بشكل جيد بعض موليد برج القوس ممكن يكون عندهم بعض المراجعات الطبية برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد بترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم يوم عاطفي مميز برضو بوسعكم ممارسة نشاط فني اهم شي انو ما تبالغوا في تجربة حضوضكم المالية انتو على موعد مع مصالحة او لقاء ودي او عاطفي اتجنبوا الانتقادات واسعوا لتلطيف الاجواء تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول اتمام العقود والصفقات التجارية بعد التأكد من صحتها معني واستشير الاهل الاقتصاص برج الجديد بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية اهمش انك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام فيه نوع من انواع الضهر وفيه مسئولية كبيرة عليك وهذا الشيء ممكن يسبب لك يعني نوع من انواع التوتر او يعني ممكن تكون على ارتباط مهم ما بجوز الفشل خلال هذا اليوم ممكن بعض الاعطال المنزلية او تهتم ببعض التصليحات وفيه مصاريف منزلية ايضا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا اليوم بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار وبتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف اهم اشي انه ما تسكتوا اسمعوا صوتكم وتكلموا اليوم ولكن بدون عصبية بدعوك لا تنظيم جدول اعمالك تفادي باي اهمال او تقصير لانه الاجواء ممتازة لازم تستغلها بكل طاقتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان 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 ا